ينضم إلينا مباشرة من البصرة الناشطة المدني عمار الحلفي سيد عمار أرحب بك معنا إلى هذه الجولة الإخبارية الأنباء تتحدث عن تشكيل أحزاب لخوض غمار الانتخابات المقبلة من داخل المتواجدين في الحراك الشعبي كم عدد هذه الأحزاب وما هي أهدافها وعلى ما اعتمدت في التشكيل تحياتي لك ولمشاهدين الكرام بصراحة اليوم كل الأحزاب في ساحات التظاهر مرفوضة ومن المستحيل اليوم الأحزاب تستطيع أن تجر الناشطين إلى عمليتهم الفازة اليوم كل الساحات انتفضت وتظاهرت ضد الأحزاب التي حكمت بعد 2003 اليوم معروفين اليوم كل أغلب الأحزاب تريد تتلون بغطاء ثاني هو ثورة التشرين أو المنتفضين اليوم أكيد هذه الخطوات معروفة والخطوات مكشوفة لدى المتظاهرين لدى الناشطين وأكيد ما رح نسمح لأي حزب سياسي بعد 2003 أن يتدخل بالتظاهرات وبثورة تشرين ولكن هذه الأحزاب تدعي أنها ضمن الحراك الشعبي وتنادي بأهداف المتظاهرين كيف بإمكانكم أم تمنعوا مشاركتهم في الانتخابات المقبلة؟ كيف اليوم من ضمن حراك تشرين والثورة تشرين والتظاهرات انطلقت ضد الأحزاب كل الأحزاب التي حكمت بعد 2003 اليوم من المستحيل عيد وأكرر من المستحيل اليوم أي حزب يقدر يخترق التظاهرات مكشوفة كل خطوات لدى المتظاهرين سيد عمار أتحدث عن أحزاب يديدة مكونة من ناشطين ومتظاهرين تستعد لخوض الانتخابات المقبلة؟ نعم اليوم لدينا توجه سياسي كل ساحات التظاهر لديها توجه سياسي لكن اليوم اشترطنا على شخص كاظمي أن ينهي الوجود المسلح لدى الميليشيات اليوم لازم قانون انتخابات نفس اللي انطرح بساحات التظاهر 100 ألف صوت دار انتخابية اليوم انطالب مفوضية مستقلة للانتخابات اليوم قانون المحكمة الاتحادية لازم يتوفر هذا الشيء كل هذه الشروط التي وضعناها أمام الكاظمي وأمام مجلس النواب في حال توفرت أكيد اليوم كل ساحات التظاهر ستتوجه إلى المعترك السياسي ما ممكن اليوم أنا متظاهر أطالب قانون انتخابات ولكن حتى هذه اللحظة أنت تتحدث أنه لا يوجد أي تحرك سياسي من قبل المتظاهرين على حد قولك لخوض غمار الانتخابات المقبلة اليوم أنا رح تكلمني عن كل ساحات التظاهر وأنا أحد الناشطين اللي موجودين بساحة التظاهرات البصرة كل ساحات التظاهر اليوم لم تشكل أي كيان سياسي كل ساحات التظاهر لم تشكل أي حركة سياسية اليوم نحن مقبلين مقبلين للضغط على إنهاء الميليشيات إنهاء وجود السلاح المنفلت قضية اليوم أقرار قانون الانتخابات وفق ما طرح بالساحات قضية مفوضية مستقلة للانتخابات قانون المحكمة الاتحادية في حال توفرت هذه النقاط أكيد إن شاء الله رب العالمين كل ساحات التظاهر تنظم سيد عمار هناك أنباء تتحدث عن أنه أحزاب لها مصالح معينة وأحزاب أخرى مقربة من إيران تدفع بشباب من داخل ساحات التظاهر لإقتحام المعترك السياسي لغرض خوض غمر الانتخابات المقبلة بهدف الحصول على أصوات لها تحت عباءة الحراك أكيد اليوم كل الأحزاب السياسية تحاول تقتحم الساحات تحاول تجر الناشطين تحاول تغرن ناشطين بالأموال أكيد اليوم عندنا علم بهذا الموضوع ومستحيل يعني مستحيل اليوم كل ساحات التظاهر خرج ضد هذه الأحزاب الفاسدة كل ساحات التظاهر تطالب بإنهاء مهزلة الأحزاب التي حكمت بعد 2003 ومستحيل اليوم نرجع للمربع الأول طبعا عندي مثل أنا طبعا دائما أقوله يعني هذه الأحزاب طبعا الأحزاب قبل تشار رفيقي اليوم صار مولاي وهس الأحزاب تريد بأي طريقة تصير تشريني أو تنظم إلى ثورة تشرين من المستحيل اليوم كل ساحات التظاهر تشترك مع الأحزاب التي قتلت أكثر من 700 شهيد بالحديث عن الشهداء اليوم الأحزاب مطالب بحسب تعبيرك عنهم سيد عمار الضحايا الذين سقطوا في التظاهرات تظاهرات أكتوبر أو تشرين الأخيرة هذا اليوم كان هناك بيان لمجلس القضاء الأعلى يتحدث عن صدور مذكرات القاء قبض بحق عدد من منتصبي وزارتي الدفاع والداخلية كذلك استدعاء هناك لوزيري الدفاع والداخلية بحكومة عادل عبد المهدي كيف تعلقون على هذه القرارات أكيد اليوم هذا الشيء مفرح هذا الشيء اليوم ينطيننا أمل بمحاسبة القتل والمجرمين لكن عندنا أمل أكبر كل ساحة التظاريوم تتأمل من الحكومة العراقية من مجلس القضاء على أن يحاسب مسؤولين الميليشيات يعني استأمثال الجزائري المسؤول عن سرايا الخرساني اليوم هناك تصوير وفيديوهات توثق بأن هذا الشخص تهم بقتل وقمع المتظاهرين كثير من الشخصيات اليوم رفعتم هذه الفيديوهات إلى المحاكم إلى مجلس القضاء نعم رفعتم هذه الفيديوهات والدلائل التي تمتلكونها إلى المحاكم ومجلس القضاء الأعلى أكيد أكيد موجودة بكل المواقع وصلت الفيديوهات للكاظمي وصلت الفيديوهات للمجلس القضاء الأعلى اليوم حمد الجزائر موجودة فيديوهات صورت على جسر الجمهورية ببغداد كيف يقمع المتظاهرين كثير من الشخصيات اليوم التابعة للأحزاب والميليشيات عادوا موثقين في فيديوهات كيف يقمعون المتظاهرين عادوا أشخاص قناصين استهدفوا المتظاهرين نحن اليوم نطمع إلى محاسبة في بداية الأمر إلى محاسبة هؤلاء لأن هؤلاء لا ينتمون للمؤسسة العسكرية ليس لديهم أي صفة قانونية أن يقمع المتظاهرين اليوم على مجلس القضاء الأعلى على الحكومة العراقية أن تصدر أوامر قبض بحق من تورطه من هؤلاء الذين ذكرتهم أمر قبض شكرا جزيلا على حضورك معنا مباشرة من البصرة ناشط المدني عمار الحلفي